قتل 64 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون ثلاثاء في مواجهات جديدة بين الحوثيين وخصومهم في اليمن فيما استمر التصعيد الكلامي بين طهران الداعم للحوثيين والرياض التي تقود الحرب ضدهم وتستمر المواجهات في أنحاء عدة من جنوب اليمن بين الحوثيين المتحالفين مع قوات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح والمتهمين بطلق الدعم من إيران والمقاتلين المناهضين لهم المنضوين تحت لواء المقاومة الشعبية المؤيدة لهادي وكان التحالف العربي أعلن في الواحد والعشرين من نيسان أبريل انتهاء عملية عاصفة الحزم وبدء مرحلة ذات طابع سياسي تحت مسمى إعادة الأمل إلا أن الضربات الجوية استمرت وكذلك المواجهات على الأرض وفي طهران اتهم مسؤول إيراني رفيع السعودية الثلاثاء باستخدام تكتيكات فترة الحرب الباردة في اليمن بعد إلقاء منشورات من الجو تهاجم المدى الفارسي وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي شبه السعودية بإسرائيل في التاسع من نيسان أبريل عندما شن حملة شديدة على الضربات الجوية التي يشنها التحالف مطالبا بوقف هذه الأعمال الإجرامية